اطلع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب المحولي بالعاصمة عدن على سير عمل اللجان الاختبارية في لجنة النظام والمراقبة ولجنة المطبع السرية وأبرز التحديات التي تواجه العمل واستمع المحولي ومعه وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب من رؤساء وأعضاء اللجان على طريقة سير العمل التي تأتي ضمن المعايير المطلوبة